اشتركوا في القناة ابرز الاخبار والمستجدات عودة عليها الليلة بالتحليل والنقاش معكم من خليفة بن سالم مروين عشوري ورياض الجرات اهلا وسهلا بكم مساء النور مرحبا الليلة نستقبل في الجزء الثاني حاتم المزي وعميد المحامين التونسيين لكن سعيدة باستقبال سيدة حسيم الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني مساء النور عميد مساء الخير وكيفة للمستجدات المشاهدين والمشاهدات شكرا لك على تلبية الدعوة البداية بابرز الاخبار سيد العميد باش نبدأ معاك ببلاغ وزارة الداخلية البارح اللي يقول اثر عمل استخبارات ميداني مشترك بين وحدات من الحرس الوطني ونظرتها من الجيش الوطني تمكنت امس الاربعاء الوحدة المختصة الحرس الوطني ولو القوات الخاصة لجيش الوطني مدعومة بوحدة جيش الطيران تمكنوا من القضاء على ثلاث ارهابيين بجبال القصرين وحجز عدد من الاسلحة والذخيرة والمتفجرات هذي الخبر العجل اللي تناولناه البارح يريد نرجع عليه باكثر تفاصيل شنون تنجم تقول لنا العميد حسام الدين جبابلي على هاته العملية بالنسبة البلاغ والنجاح الامني اللي ينظف الى تونس والنصر وهو نصر وتونس هذي هبطت البارح باعتبار اللي العملية وفات البارح لكن كن نرجع على الوقاع والحيثيات اللي صارت ولي دارت وحفت بالنجاح هذي اللي هي نقعد الغدوة ما نكملوش دونك بش نخطب في عجالة اللي العمل المشترك بين المؤسسة الامنية والعسكرية بين اجهزة الاستخبارات العسكرية واجهزة الاستعلامات للوزارة الداخلية والامنية وخاصة ادارة مكافحة الرياب وادارة الاستعلامات الحراص الوطني اضافة الى الوحدات العملياتية بلواء القوات الخاصة بالجيش الوطني وكذلك الوحدة المختصة للحراص الوطني اللي كل لهذا النجاح بالقضاء على ثلاثة ارهابيين والحجز ذخائر حربية وكذلك اسلحة والعديد من المتفجرات اللي صارت في جبال القاسرين ثم نقلة نوعية عند الوحدات الامنية وخاصة في سلك الحراص الوطني بالتنصيق مع المؤسسة العسكرية والجيش الوطني وخاصة لواء القوات الخاصة والوحدة المختصة في طريقة التعامل والتعاطي مع المستجدات الارهابية عشر سنوات منذ القدم والنجاحات تلوى النجاح قاعد تحقق فيها الدولة التونسية والمؤسسة الامنية والعسكرية في القضاء على الارهابيين كانت بطريقة معينة أما الآن ثم تحدي جديد ثم منظومة استعلماتية قاعدة تخت تخص مكافحة الارهاب وتخص كذلك إدارة الاستعلمات اللي هي التواجد متاحهم في الجبال وكيفية استقاء المعلومة وكيفية الوصول إلى المجموعات الإرهابية اللي موجودة للوصول من بعديك بطبيعة الحال للوحدات المختصة العملياتية باش تقوم بالقضاء على المجموعة هذه واللي رينيه توا في الأخير اللي كونه كل لهذا النجاح بعد عمل استخباراتي قامت به وحدات الجيش الوطني والحرس الوطني والوحدة المختصة كذلك هي ولواء القوات الخاصة كانت مدعومة بجيش الطيران اللي كان يأمن في كذلك العملية وتم القضاء وصار النجاح هذا اللي يضاف إلى تونس سيد العميد شنون نجمون نعرفه على هوية هؤلاء الإرهابين البلاغ يقول ثلاثة إرهابية هو لم يؤذن لنا بعد للحديث عن هوية الإرهابيين باعتبار العملية لا تزال متواصلة وانا هنا بحذيك في البلاتو ثم جنودنا موجودين في جبل عدنة الوحدات الخاصة من الوحدة المختصة وليواء القوات الخاصة اللي مازلت موجودة ثم عمليات مازلت متواصلة لكن هذا ما يمكن أن يقال ويذاع ويمكن أن نتواصل به حسب ما ورد فيه البلاغ لوزار الدخيلين ماذا عن نوعية الأسحة هي أسحة متداولة لدي الوحدات الإرهابية اللي يتوى على ذمة التحقيق العسكري اللي فيما بعد نجمون نعطيه أكثر تفاصيل في خصوص المحجوزات وما يمكن أن يمكن الخوض فيه بي زي العميد أكيد نتفهم سرية بما أن العملية جارية سرية المعلومات الحساسة هذه والدقيقة والنوعية أنهنيوكم على العملية الاستباقية هذه لكن أكيد وقتا نحكيوه على الجبال على تضاريسها على الوصول إليها على القسرين وغيرها أيضا أكيد تم صعوبات بعينها تواجهكم في عملياتكم المشتركة العمل تواحليا الدقوب لقعدتكم به وزارة الداخلية وزارة الدفاع في خصوص المعلومات واستيقائها في خصوص الوصول إلى جماعات هذية وخاصة في التضاريس الصعبة في الجبال أصبحت نقول لك 80% 90% من الجبال تم تسيطر عليها من طرف الوحدات متاعنا وين تلقى ثم إرهاب وتعدت علينا تقريبا السنوات الأخيرة وكل مرة نسمعه وثم نجاح أمني من طرف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في القضاء على الجماعات الإرهابية لكن توا كما قتلك ثم تحدي جديد للوحدات متاعنا الأمنية والعسكرية اللي هو التحدي خاصة في الجبال وفي كيفية السيطرة على الجبال والوصول إلى معاق الجماعات الإرهابية والقضاء عليه وهذا يعتبر نجاح لتونس كونه فهمتني ثم تنصيق قعد يتم بين مختلف الأجهزة متاح هو زادة يثلي من مظاهر النجاح قبل في السنوات الماضية وقت تصير العمليات من هذا النوع القوم يدخلوا للمدن توا نحس الخناق مضيقة عليهم يثلي الملجأ الوحيد متاحهم قعد الجبال الآن هو شوف راوت نجم تقول نحن تقريبا في ملي بداي شهر ديسمبر لدارة مكافحة الارهاب الحراس الواطن ثم 44 نفر من المتعلقة فيه قضية ذات صبغة إرهابية ومفتش عنه لفائد توحدات أمنية وهيك القضائية ومتعلقة فيهم أحكام سجنية منيش نحكي أنا على عبيد ما هيش متعلقة فيها أحكام سجنية المتعلقة فيها أحكام سجنية واللي مورطف سواء كان في دعم الجماعات الإرهابية في ظرف تقريبا أقل من شهر من البداية شهر ديسمبر إلى البارح ثم 44 مفتش عنه تم القاء القبض عليهم وتمت إحالته ونحكي لك أنا أحكام سجنية مع النفاذ العاجل وتمت إحالتهم على أنظار القضاء اللي أعطات كلمتها فيهم شنية الجاهزية سيد العميد لرأس السنة للعطلة بتع نهاية الأسبوع تعرفت وين سيتنقل ويحتفلوا برأس السنة الميلادية والتحركات كبيرة وكبيرة جدا نحن حتى في بلاغ رئيس الجمهورية اللقاء كان سيد رئيس الجمهورية مع السيد وزير الداخلية في خصوص إعطاء توسيات الخاصة والعامة خاصة في أسنة الإدارية الجديدة اللي هي بش تكون بوانتو سيبلي في بعض المواضيع المعينة لكن زادة عدنا أعمال سبقتها قمت بها وزارة داخلية في أعمال مشتركة بين الأمن والحرص وكذلك الكثير من المرطبات والحجز الكثير من الحلويات اللي كانت ستوزع في رأس سنة ليلة رأس سنة وكانت منتهية السلوحية وكانت في ظروف غير صحية وورينا حتى معها وزارة الصحة اللي كانوا موجودين وقاموا بي حتى العديد من الحجوزات وثم تحرير العديد من المخالفات والمحاضر يالح تفاعلاتكم خليفة تفضل الحقيقة أكيدا هنيوا جيشنا وحرسنا وشرطتنا وأنفسنا بهذه العملية النوعية في القضاء على الإرهابيين وإحنا ديما نقول هراء الإرهاب مزال مفاش ينزل نضع وسقين على الأرض لأن الظاهرة دولية وإقليمية وهناك رعاة دوليين وإقليمين لهذه الظاهرة اللي ما هيش مش تفق بين نهار وليلة على أنه في المقابل البلون النتيجة هناك كسب كبير نحن نتابع هذه العملية أنا يتبادل لذهني سؤال سيد العميد يعني كنا تحدث عن تنسيق ميداني عملياتي بين المؤسسة العسكرية من الحرس الوطني من الشرطة والأمن التونسي لماذا ورأي الجمهورية تحدث فترة معينة عن وكالة مشتركة للاستخبارات وهي كن خطوة وبادرة مهمة يعني وكالة وهيكل معين عملياتي مشترك لأنه ما زالت تعاقب الإرهاب مش كان ميدانيا في الجبال هناك تعاقب الإرهاب ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي الإرهاب ينشط داخل المدن الإرهاب اللي هو يعود إلينا ينشط في دول وفي مناطق أخرى متاع التوتر في العالم هذا السؤال أريد أن تماش هيكل يوحد كل هكذا جهود هو الصحيح معناها ثم اللي إذن بيه سيد رئيس جمهورية في خصوص وكالة للإستخبارات لكن نحكي ونحن عمليتين وميدانين اللي هو عبارة موجود خاطر باعتبار ثم التنصيق ما زال متواجد بين المؤسسة الأمنية والعسكرية ثم تدريب مشترك قاعد موجود ثم مهام عمليتية قاعد يقوموا في مع بعضهم سيخريفة بالنسبة التخروج للجبل والقضاء على الرهابيين أصبح يوم تدريب عادي أصبح يوم عمل عادي نطلب الشفاء اللي إن شاء الله ربي شفيه الجريح المؤسسة العسكرية من لواء القوات الخاصة اللي أصيبها في العملية لكن نقول لك حاجة اللي أصبح يوم تدريب عادي ومرات حتى في التدريب نتعرضه إلى إصابات أكثر من اللي تتصير اللي تقول حاليا في جبل بالنسبة للنجاح هذا النجاح بشيق عديمة لصالح تونس والوحدات نتاعنا الأمنية والعسكرية في عمل متناغم بمختلف أجهزتها كما قلتك في منذ ببداية إذا بدء الاستخباراتي والاستعلامي وكذلك العملياتي بينما هم من لواء القوات الخاصة ومن الوحدة المختصة اللي هي مفخرة إلى تونس ومفخرة الشعب التونسي خاصة كونه تحس العبيد كونها تعيش في دولة محمية يحسوا في رواحهم دون زانيتا بروتكتور دونك هذي هو في خصوص العمل المشترك والمسجم سيد العميد بداية نهنيوكم في سلك الحرس الوطني ونهنيو المؤسسة الأمنية وجيشنا الوطني على نجاح هذه العملية والقضاء على الإرهبين ثلاثة هذوما لأنه أعتقد أنه جبالنا الشامخة في القسرين وفي غيرها من جهات الجمهورية أطهر وأشرف من أنه تحتظن هالجرذان هالإرهابيين هالغربان الناعقة هذوما حتى يتم إن شاء الله القضاء على آخر إرهابي في جبالنا الحقيقة فهمت ليس أسألة مباشرة سيد العميد السؤال الأول كيفاش اليوم وصلنا إلى مرحلة من الحرفية في التنسيق ما بين ما بين الحرس الوطني والجيش الوطني خاصة فيما يتعلق بالعمليات الميدانية السؤال الثالث كذلك هل هناك جهاز اليوم في سلك الحرس الوطني ينسق بين الاستعلامات والقوات الخاصة والسؤال الثالث فيما يتعلق بمؤسسة فداء لأنه سمعنا أنه اليوم كان لهم نشاط على ما يبدو معكم بالنسبة للتنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية والعسكرية تعرف أنت سيد الرئيس جمهورية القاعد الأعلى القوات المسلحة العسكرية والمدني وبالنسبة للتنسيق بين الوحدات متاعنا نحن كأمنيين وعسكريين رنقلنا في نفس المدارس سويا كان في الأكاديميات العسكرية التي هي تنظوي تحت جيش البر والجيش الوطني إضافة إلى الضباطنا والإطاراتنا في الجيش الوطني قرينا مع بعضنا وثم عمل متواصل وثم عمل مشترك سواء كان في التدريب أو في المناورات أو في العمليات الميدانية اللي هي بطبيعة الحال تخلي عمليات التنسيق أكثر فأكثر تكون سهلة وبالتالي فإن العمل الهذاية على خاطر تونس ما فيش لأمن لحرص لشرطة لجيش كنا في داء لتونس وكنا في داء هذا الوطن في سبيل كونه يتم القضاء على مختلف الأشكال والجرائم الإرهابية هذية بالنسبة لجهاز يعني بالتنسيق بين مختلف الجهاز الاستعلامي والقوات الخاصة في الحرص الوطني صحيح ثم وحدة القيادة بالنسبة لكل جهاز ثم إدارة عمليات الحرص الوطني اللي تنسق العمليات هذية وثم كذلك لشيف دوكور اللي هو أمر الحرص الوطني اللي فيه باشر مع الوحدات متاع له لكن نحن نأمل بطبيعة الحال وهذه بطبيعة الحال اللي كونه يكون ثم جهاز استعلامي ككل في خصوص يجمع بين مختلف الأسلاك والوحدات هذية الاستعلامتية والعملياتية وكذلك في مكافحة الإرهاب تحت إدارة عامة مستقلة بحد ذاتها تتبع ديريكت مول إدارة العامة المدير العام أمر الحرص الوطني بالنسبة للمؤسسة تفيداء بالنسبة لهنا المؤسسة تفيداء حسب المرسوم لسنة 2022 اللي تم فيه إحداثها إضافة إلى كونه ثم تعنى بملف الشهداء والجرحة للثورة وكذلك بالنسبة لشهداء والجرحة للمؤسسة الأمنية والعسكرية كان اليوم ثم التماث مباشر بينها وبين عائلات الشهداء للمؤسسة الأمنية وسواء كان ما الحرص الوطني أو ما الأمن الوطني وكان ثم لقاء مع كذلك رئيس ديوين سيد وزير الداخلية والمدير العام للحرص الوطني والسيد رئيس المؤسسة وعطاء العديد من المعنويات والمعاني اللي هي نحسوها في خطابات رئيس الجمهورية في خصوص احتضانه لعائلات الشهداء ويقول لك اللي كونه راه الشهيد راه ما ماتش الشهيد راه حي وعند الله يرزقون وحتى في المؤسسة متاحهم هنا وعند الدولة التونسية زاد أعياء سواء كان في التدرج المهنية متاحهم أو حتى في العديد من نقولوا نحن هنا مش نعطيه تعويذات هم ممشيوا معادش يعوض حد شي معادش يعوض الدم الدم ما يعوضوا كان بالدم الحاجات اللي تعطات لعائلات الشهداء والجرحة هو النجاح اللي صار ليه وهو في كل عام ثم هدية نحن بالنسبة السنة الهدية متاعنا في 2014 القضاء على ثلاثة إرهابيين بالنسبة للسنة اللي نحكيه وما نعادش نحكيه على التعويذات نحكيه على الإحاط الاجتماعية النفسية المعنوية وحتى معناها اللي موجودين في عائلة مع بعضنا سواء كان في مكتب العمل الاجتماعي ومزار الداخلية أو في مكاتب العمل الاجتماعي للحرص الوطني أو الأمن الوطني أو في مؤسسة فداء هي كلها على خاطر المجموعة هذية وريت بصراحة قبليك أنا صغيرات وليدات صغار أبناء الشهداء اللي بالرسم هذه المشعل على والديهم اللي هما حسين بالحق والديهم أعطوا دمهم على خاطر تونس تحية لك المرأة زوجة العسكري والأملي تحية لك المرأة الأم الأملي والعسكري تحية لهم بالحق اللي هما أعطاهم المشعل أبنائهم ناشحين ولي هما قدموا بالرسم وولديهم ودمهم قدموها لهذا الوطن ولي هما راه ما هيش مزي ونموت والغد ونقعد ونموت ولكن تقعد تونس وتقعد الأحفاد وتقعد الأولاد ويعرف أبنائهم ويعرف والديهم شنو اللي قد الله يقريب باش تبكينا معاك سيد العميد ورأوا أولاد الشهداء بالحق أولاد التونس الكل وأكبر هدية لهم هو القضاء على الإرهابيين هذوم حتى القضاء على آخر إرهابي لأنه كما قلنا تراب البلادي هذي أشرف بكثير وأطهر بكثير من أنه يحتضن هالغربان الناعق هذوم سيد العميد ضم صوتي بطبيعة الحال صوت زمالي في تهنئتكم على النجاح هذية ومخص بالذكر بطبيعة الحال الوز جيين والكوماندو متع الجيش اللي كما قلت أنت يعني ينسقوا عندهم برج حتى في العمل حتى قبل ما تبدأ فما ظاهرة إرهابية في تونس أنا بالرجوع للعملية اللي صارت هل نعرف سعر للجنسيات متع الإرهابيين هذوم بتبعة الحال هوياتهم كما قلت لنا مزال مجاش الإذن لكن الجنسيات هل نجم نعرف إلا لا هذا من ناحية من ناحية أخرى هل تم رصد شبكات دعم وإسناد للثلاثة إرهابيين هذوم بمعنى آخر هل كانوا منتظرين من أطراف معينة في تونس هو رو تعرف بالنسبة العمل المتاع الوحدات الاستعلماتية خاصة اللي تمهد العمل لجانب العمليات في خصوص التنصيق فيما بعض راهو بالنسبة للعناصر الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية قاعد يوما في يوم العملية الإطاحة بيهم قاعدة تصير ويتم إحالتهم على القضاء بالنسبة للجنسيات والهويات صراحة للمجموعة هذه ما زالت عملية متواصلة إلى حد اللحظة هذه ما زال ثم تنصيق قاعد يصير مع استخبارات الدفاع الوطني وكذلك أجهز الاستعلمات للأبحاث والتفتيش وكذلك لمكافحة الإرهاب هذا موضوع صراحة سبق بعض الشيء إلى أوانه ونحن كنا حتى في الوقت يتم التنصيق مع المخابر الجنائية والعلمية بوزارة داخلية وتعطينا الجنسيات إحنا رو لدينا رم في الجبل يتعرف عليهم من الوهلة الأولى خطر عارفينهم ويعرفوهم فردا فردا لكن ديما نقعدوا نستنى الأمور العلمية اللي سواء كان تحصلنا عليهم عبر البصمة العشرية نعرفوهم كان ما همش على البصمة العشرية ما هيش موجودة في المخزون المخابر الجنائية والعلمية يتم بالتالي التحليل الجيني وبالتالي الحال نعرفوهم إلو هم أجانب لكن توا عملية مزاة متواصلة يزينا نكمل ونستنى وشوية لإلى أن يؤذى لنا للحديث عن بعض التفاصيل شكرا لك العميد حسام دينة جباب لأنطق رسمي باسم الإدارة العمل الحرس الوطني تحية من خلالك للوحدة المختصة الحرس الوطني لقواتنا الأمنية والعسكرية ومن نجم يقوله كان ربي يحمي بلادنا شكرا مرة أخرى على المجهودات المبذورة أنسنا بعض لحظات مواصلين أخبارنا وعدة أخبار على طاولة النقاش بش نرجع على أبرز النتائج الأولية التي تم الأعلان عليها البارح من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة المجالس المحلية فوز 1348 متر تشرح من الدورة الأول وتأجيل 781 للدورة الثانية أزل الستار مساء أمس عن الفصل الأول من نتائج الانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 وخلال الندوة الصحفية بالمركز الإعلامي بقبة المنزة أفات فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات أن نسبة الإقبال بلغت 11.84% وكانت ولاية سيديانا أكثر الولايات إقبال الإقتراع بنسبة 21.58% نسبة الأقبال أنيائية للدورة الأول 11.84% بعض المعطيات حول أكبر الولايات من حيث نسب الأقبال المرتبة الأولى لولايات سيليانا بنسبة أقبال جملي 21.58% وفز بالمقاعد مجالس المحلية من الدورة الأول 1348 مترشح في حين سيتم تنظيم دورة ثانية ل781 مترشح في شهر فيبري 2020 وأكد أبو عسكر أن مجلس الهيئة أحال على أنظار النيابة العمومية سبع ملفات تحوم حولها شبه جراء انتخابية بالإضافة إلى إحالة 31 ملف آخر على أنظار القضاء لسفحات في وسائل التواصل الاجتماعي هذا وستفتح وهيئة الانتخابات أبوابها لقبول الطعون قبل الإعلان النهائي عن النتائج ثم المرور إلى الدور الثاني في شهر فيفري القادم على أن يتم استكمال الغرفة الثانية لمجلس نواب الشعب في شهر مارس 2024 تقريبا النتائج ما بعضتش على المعلن عنه منذ يوم الاقتراع مروات صحيح زادت مقولوش حتى زادت فما تصحيح نسبة المشاركة تبقى معطيات تقنية اللي عطاتهم الهيئة فيما يخص الانتخابات تقعد المعضلة والمشكل متاع الستة عشرين دائر انتخابية اللي ما ما ترشح فيهم حتى حد شنو ما قالهم ونعرف اللي صار تقريبا نفس الشي فيما يخص انتخابات مجلس نواب الشعب اللي ما زال فيه فراغ لحد الآن مع الدور الثاني متاع الانتخابات المحلية هذية مع بداية التنظيم متاع انتخابات رئاسية مع انتخابات بلدية ما نعرفوش تاريخ هاوين بشيولي فما برش برش عمل امام الهيئة في الاسابيع في الوشرة القادمية خليفة كل الانظار الان تتجاه الى القانون الاساسي اللي بش ينظم هاته المجالس المحلية واضح ان القانون لابد ان يكون حتى تتوضح الرؤية متاع المجالس المحلية على انه تقريبا التصور جاهز لانه السياسيين قال عنه رئيس جمهوريا اكثر من مرة وبعض الناس اللي هما تقريبا في هذا المسار وضحوا المعالم باعتبار انه سيستندي لقاعدة الاولى ورئيسية هي المجالس المحلية تفعيل دورة على مستوى المعتمديات ثم مجلس الجاه على مستوى الولاية ومنه المجلس الوطني اللي هو تقريبا في حدود 78 و76 نائب اللي بشيكون انا نقول لحد الان لم تتوضح بالضبط ومازال مباكرا عن ذلك تركيبة المجلس على المستوى الوطني وهذا الاكثر اهمية على رغم انه مشروع رئيس جمهورية لا يستند على انه الاكثر اهمية هو على المستوى المحلي وعلى مستوى الجهة اكثر منه على المستوى الوطني بينما نحن كمتابعين ننتظر التركيبة على المستوى الوطني اللي هي مؤجلة مبدئيا باعتبر ثم تدور ثاني ثم القرعة الاولى ثم الانتخابات على المستوى الجهوي اللي بيش تخرج مشقوم بانتخاب اعضاء المسجل الجهوي سنة حبلة بالانتخابات كما قال مروان باعتبار انه هذه المرحلة هي كلها انتخابية ولكنها معاش انتخاب مباشر من قبل الناخبين ولكن في بعضهم هما بالقرعة وبالانتخابات على المستوى المسجل الجهوي تركيبة المجالس الاقليم كيفاش مشقوم لانه هذا بدوره استحقاق من الاستحقات اللي موجود ضمن مسار الرئيس قيس سعيد ثم البداية الحديث تقريبا على مستوى الطبق السياسي عن انتخابات رئاسية قادمة يعني تقريبا جملة كبيرة من السياسيين من الفاعلين الحزبين من الشخصية السياسية بدأت تتحدث عن انتخابات رئاسية نذهب في نهاية 24 يعني مع اكتوبر او نوفمبر 24 وبالتاني بدأت تعد العد سياسيا وبدأت عن الترشح في الانتخابات القادمة وهذا تقريبا اكثر اهمية في المتابعة من قبل الرأي العام بالضبط هي حتى على مستوى المشهد السياسي وقت اللي مزلنا ننتظره في نتائج المحلية اصبح الحديث على الرئاسية على المترشحين النجمون القاوم في السباق على شكول اللي عنده اكثر شعبية وشكول اللي يحظى اكثر بثقة التنسيين هذا اللي نقرأ فيه ونتابع فيه يوميا الرياض يكون تغاد اكثر حتى على المحلية بطبيعة الحال لانه كما قلنا معنتها الشعب التونسي اثبت واكد انه شعب رئاسي بامتياز خاصة ونحن اليوم في ذل نظام رئاسي تحمص المواطنين التوينسة للانتخابات الرئاسية اكبر بكثير من تحمصهم للانتخابات المجلس التشريعي او المجلس البلدية او كذلك المجالس المحلية وهذا تقريبا ما اثبتته نتائج الانتخابات نسبة 11% في الانتخابات التشريعية وتقريبا نفس النسبة في الانتخابات المحلية بينما كل تقريبا الاستبيانات وكل الدراسات وكل نتائج صبر الاراء المعلنة حتى مؤخرا تؤكد بانه التوينسة سيقبلون على الانتخابات الرئاسية بنسبة لا تقل عن 65% هذا مرة اخرى يؤكد انه الشعب التونسي شعب رئاسي بامتياز ولكن يؤكد كذلك نفور المواطنين التوينسة من البرلمان من كل هو مجالس مجلس تشريعي مجلس بلدي مجلس محلي وهذا الحقيقة نتفهموه لانه بالنظر لما شافوه التوينسة وما عايشوه من فوضى ومن عربدة ومن فساد ومن عدم جدية في المجالس التشريعية خاصة السابقة بواقة تونسي اليوم وللأسف هذا نقولوه أصبح يرفض تقريبا فكرة وجود برلمان من أصله لأنه يعتبر انه البرلمانات والمجالس البلدية والمجالس المحلية ما تنجمش معناه تتحقق له طموحات وما تنجمش تكون قريبة منه وتحقق له مشاغله هذا هو ولكن انا اعتقد انه على الفائزين في انتخابات المجالس المحلية وكذلك السادة والسيدات نواب مجلس النواب أولويات الأولويات في اعتقادي المطروح عليهم هو انهم يستعيدوا ثقة التوانسة في المؤسسات هذه لأنه ما نجمش اليوم نحكيه على الديمقراطية وما نجمش نحكيه على دولة دون مؤسسات ولكن الأكيد والمؤكد كما قلت لك ان التوانسة باش يقبلوا على الانتخابات الرئاسية لأنهم يعتقدوا انه اليوم نحن في نظام رئاسي ولا ثقة لهم إلا في رئيس الجمهورية والإعلان عن الترشحات بدأت تقريبا المدة هذه بعض الفاصل نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على الموضوع ترجمة نانسي قنقر